بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع والسبعون بعد المئة الثانية الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ما زال الشيخ رحمه الله يبين الفروق بين الأسماء ومدلولاتها فيقول ومن هذا الباب ظلم النفس فإنه إذا أطلق يتناول جميع الذنوب فإنها من ظلم العبد لنفسه قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم وقال في قتل النفس ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وقالت بالقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ثم قد يقرن ببعض الذنوب كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وأما لف الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب قال تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون قال عمر بن الخطاب نظراؤهم وهذا ثابت عن عمر وروي ذلك عنه مرفوعا وكذلك قال ابن عباس أشباههم وكذلك قال قتادة والكلبي كل من عمل بمثل عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا وعن الضحاك ومقاتل قرناؤهم من الشياطين كل كافر معه شيطانه في سلسلة وهذا كقوله وإذا النفوس زوجت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح قال ابن عباس وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة وقال الحسن وقتاده ألحق كل أمر بشيعته اليهودي مع اليهود والنصراني مع النصارى وقال الربيع بن خيثم يحشر المرء مع صاحب عمله وهذا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب وقال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وزوج الشيء نظيره وسمي زوجا لتشابه أفراده كقوله وأنبتنا فيها من كل زوج كريم وقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قال غير واحد من المفسرين صنفين ونوعين مختلفين السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والكفر والإيمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل والذكر والأنثى والنور والظلمة والحلو والمر وأشباه ذلك لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد وليس المراد يعني بقوله وأزواجهم أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقا فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجرا كافرا كامرأة فرعون وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته فاجرة بل كافرة كامرأة نوح ولوط لكن إذا كانت المرأة على دين زوجها دخلت في عموم الأزواج ولهذا كان الحسن البصري يقول وأزواجهم المشركات فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار كما دل عليه سياق الآية وقد تقدم كلام المفسرين أنه يدخل فيها الزنات مع الزنات وأهل الخمر مع أهل الخمر وكذلك الأثر المروي إذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوانهم؟ قيل أين الظلمة وأعوانهم؟ أو قال وأشباههم؟ فيجمعون في توابيت من نار ثم يقلف بهم في النار قد قال غير واحد من السلف أعوان الظلمة من أعانهم ولو أنه لاق لهم دواتا أو برالهم قلما ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك والمعين على الإسم والعدوان من أهل ذلك قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكله نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكله كفل منها والشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وطرا ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد فالشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان غسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا أو يخلصه من بلاء كما قال الحسن ومجاهد وقتاده وابن زيد فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عن من يستحق دفع الضر عنه والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة التي فيها ظلم للإنسان أو منع من الإحسان الذي يستحقه وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين والسيئة بالدعاء عليهم وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين وكل هذا صحيح فالشافع زوج المشفوع له إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى وإما أن يعينه على إثم وعدوان وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه شفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء وتمام الكلام يبين أن الآية أن الآية يعني قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره فهي أيضا متناولة ما دون ذلك وإن قيل فيها وما كانوا يعبدون فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وذبت في الصحيح أنه قال ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة الشجاعا أقرع يفر منه ويتبعه حتى يطوقه في عنقه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وبهذا انتهت هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته